يعني قبل ما أقفل محرك الملف الأفريقي الأهلاوي بشكل عام دورنا كأعلام ودورنا كصحفيين ونقاد أن إحنا دايما نوعي الجمهور وبالتالي وجود حضرتك معايا هنا أكيد لازم توجه كلام لجمهور الأهلي اللي هيكون موجود إن شاء الله في مباراة يوم السبت وتقول لهم بعض النصايح اللي يخرجوا منها طبعا مبسوطين فرحانين السلوكيات والأخلاقيات واللي منها يبدأ أن هم يعودوا مرة تانية للملاعب بالشكل الطبيعي سؤال حلو جدا منك ورغم أن الناس ممكن تشوف أن ده سؤال كده مجاملة للجمهور أو حاجة بالعكس أولا جمهور النادي الأهلي دايما هي اللعب رقم واحد طفق معايا الفترة اللي فاتت للأسف كان في بعض الهتفات داخل جمهور النادي الأهلي العظيمة لبعض الأمور إحنا بنقول أن أنت النهاردة بترجع تاني بتشجع من الآخر كده وبالبلد خالص ما تمسكش حد غلطة عليك صح يعني لازم بتشجع ركز في رقيتك بس في أي حاجة بتحصل عندك مجلس إدارة قوي عندك مدير تنفيذي للنادي العميد محمد مرجان بيتدخل معاك بسرعة بيشوف أمورك عايزة إيه ضيع الفرصة على أي حد عايز يعمل لك مشكلة مع أدارتك عايز يعمل لك فتنة مع أدارتك عايز يعمل لك فتنة مع فرقيتك أنت وجودك في الملعب رايح عشان في رقيتك وتشجع في رقيتك بعض الأمور اللي بتحصل أنت تقدر تتغلب عليها وبيكون فيه متابعة في الملعب من الإدارة ومن الجهات النادي وبالتالي أنت اللعب دايما الرقم واحد وإحنا شفنا في مباراة الهلال للشوت التاني لما لعب استجابة والنزول مهم جدا لكابتن محمود الخطيب الاستجابة للجماهير اللي هتفت له ونزلها وطبعا لما ينزل الكابتن محمود الخطيب لغاية الجماهير شفنا الرد فعل الجماهير عامل إزاي فما يبقاش كل مرة أنت مثلا هتنادي على الكابتن هتنادي على حد هتنادي أنت لازم تركز على فرقتك ولازم تركز على دورك أنت لديك دور مهم يعني الرسالة بالزبط للجمهور دورك زي دور اللعب اللي في الملعب اللعب اللي في الملعب بيلعب وبيقدي وإنت في المدرج بتهتف وبتقدي علشان توصل للنتيجة فإن شاء الله تكون الأمور محلولة في الفترة الجاية وإن شاء الله تكون الجماهير يعني أنا أقول لك أن الجمهير الأهل تدينا نحن النصيحة نحن مداش النصيحة لكن في الآخر إحنا برضو بنوعي معهم وبنقول لهم لازم تكونوا أخدين بالك من اللي بيحصل وكمان لازم في بعض الأمور يعني يعني في بعض الأمور عشان بتتخذ بميزان بمعنى أن أنت كان عندك ماتش للنادي الأهل في ملعب والملعب ده هيبقى بتاعك في الفترة اللي جاية بحق الانتفاع والأمور دي بتاخد وقت عشان تتفعل وعندك فرق منافسة بتلعب على الملعب فلما يقعد يتقال كلام معين والفرق دي هتلعب تاني يوم فلازم يطلع تصريح معين عشان يهدي الناس اللي فاكرة أن الحاجة دي هتبقى مش معهم عشان لما يلعبوا معهم أتبص وبالتالي يبقى كله هادي أخي في بالك يبقى كله هادي علشان الأمور تمشي كده أعتقد أن الرسالة وصلة تماما وصل لجميع وأعتقد أن جمهور النادي الأهلي تعج تماما تماما موقف فريقها وعرفت الأمور ماشية إزاي وإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله في المباراة المقبلة ودايما جمهور النادي الأهلي مع فرقته لعب رقم واحد